وكل ده فساد عريض ونوع من أنواع سوء الأخلاق اللي ممكن يوصل صاحبه إلى الكبائر بل هو من الكبائر وكل ده بيبين إن احنا عشنا وتربينا على نفسية الصراع اللي ولدت فينا في كتير من أحيين نفسية الانتقام وولدت نفسنا نفسية الهروب اللي بتخلينا نكتب لكن لازم نرجع تاني ونبص في أحوالنا ونتربى على إن الأصل في الحياة الطبيعية الإنسانية إن احنا نعيش في سلام مش إن احنا نتصارع انت عارفين إيه مقابل إشارة السمعة بالطريقة الكاذبة هو أن أرضى بما يضعو الله سبحانه وتعالى من قبول في قلوب الناس إيه اللي حاصل؟ الله يدافع عن الذين أمن سمعتك محفوظة بالمناسبة السمعة ده جزء من الرزق اللي ربنا بيرزقك إياه فما حدش هيقدر يمنعك رزق فلازم تنتبه وعشان كده فيه حكمة بتقول إن هدم ناطحة سحاب لن يزيد في بيتك ولو بمقدار لبنة واحدة لما تهدم حياة الناس ولا تهدم حياتهم وإن أنت تسعد على جماجب بعض الناس وعلى قلوبهم وإن سلم نجاحك وسلم ترقيق يبقى مليان بالدماء وبالأوجاع وبالآلام وبالجراح أنت كده مش بتوصل الحد اللي ممكن أنت توصل به إلى مرادك وخاصة لو ربنا سبحانه وتعالى بتلاك بإن حد يتأذى بشدة من اللي أنت بتفعله ده فيحصل له مصيبة ولا قدر الله كل ده لإن إحنا مش قادرين كل واحد فينا يعيش بالمعنى الحقيقي لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه لذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن إزاي إن الواحد يكسب نفسه عشان يبقى في مكان عشان يبقى لي مكانة في ساحة السعادة عشان يبقى في مكان للراحة البال عشان يبقى في مكان للصدر الواسع ولذلك حضرة النبي يقول لنا ويعلمنا فمن اقتطعت له حق أخي فقد اقتطعت له قطعة من النار فليأخذها أو يدعها طبعا حضرة النبي مش بيخيره التخيير ده قد بمعنى التحذير وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن دي قطعة من النار مش في الأخيرة بس ده في كمان في الدنيا إن انت تكون بتحرق نفسك بالأشياء اللي فيك وانت شايف نفسك بترتقي يا فرحتي إن انت تبقى في القمة لوحدك بس تحس كأنك إنسان منبوذ آه انت في القمة بس انت في القمة إيه مرمي انت في القمة لإن الحقيقة يعني انت اللي اخترت إن انت عشان تبقى في القمة تأذي وتوجع وتحاول بقدر الإمكان إن انت تنال من أعراض الناس